السلام عليكم. سنبدأ بأساسيات اللغة. أساسيات اللغة ضرورة جداً. أزمن الطالب يعرفها حتى يتماشي هو منهج الصف السادس. لأن تعتمد أعتموه كبير بالوحدات اللي موجودة أدنى باللغة الإنجليزية. من الفصل الأول لحد الفصل الثاني. سنبدأ بأساسيات. أول شي رح نأخذ أفعال. نسميها أفعال التوبي. وهي أفعال كيوني. إنتوا تقررون. تكون إلى خمس أجسع. اللي هي أول. ستكون. إز. آآآ. المن. يا زمن. الزمن المضاء. وعندي. واز. ويا زمن. الزمن المال. أول. تصغيف ذنني الخمسة رح يكون. هنا. عوبي. هنا أنا. هس أعرف نحن التوبي شو هتتقسم. زي. ملاحظات. عندي ملاحظة أولى. تكون. أفعال. مساعدة. تكون أفعال مساعدة. إذا. جاء. بعدها. فعل. رئيسي. إذا جاء بعدها. فعل رئيسي. هذا الفعل رئيسي. سيكون لدي بشكل. أفعال. أما يكون. إي. العفو. أما يكون. آي. آآ. جي. أو يكون شنو. تصري. ثالث. للفعل. هنا. هيكون الزمن. شنو. مستمر. وهنا. رح يكون. مبني. المجهول. المجهول. أما ليس كل آي. جي. موجودة بالكلمة. دليلنا. مستمر. أبلا. هي أصل الكلمة. موجودة بها آي. جي. مثلا. هي. إي. 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 أفعال. هنا. فعل. مساعدة. بعدها. فعل. رئيسي. ما أخير. آي. جي. الدليل. إنه. زمن. مستمر. معين أفعال. فعلنا. هتكون في عجل. مساعدة. أكثر عني. إنه. مكان للأي. لسويا. واط. محكوفة المشكلة. يعني سأل حقا. إنه. أفعال. تعال لدي شيء. allows. تكتبا. إنه. الثاني. التصريف الثالث. هنا تكون صيغة المبني للمجهود. لاندي هنا التصريف الثالث. فهنا تكون أفعال مساعدة. إذا أريد أن أبحث عن فعل رئيسي يكون بهاي صيغة. أو التصريف الثالث. وقف في الفيديو وكتب الملعب. نجسم. الشرق الثاني تكون أفعال شنو؟ رئيسية. من هنا أفعال تبيل خمسة. شوك تكون أفعال رئيسية؟ إذا جاء بعدهم اسم صفة جار ومجرور. هيا هتكون أفعال رئيسية. إذا لم يكن فعل حتى تكون فعل مساعدة. مثلا. We are at school. أحنا قريب المدرسة. هذا R. هذا آت حرف جار. وهذا اسم مجرور. يعني هنا فعل رئيسي. وليس فعل مساعدة. جملة ثانية. He is a doctor. هو شنو؟ هو دكتور is. وراها الـ A يجب علي الـ A اسم. دكتور. اللي هو شنو؟ طبيب. هنا لدي دكتور ما معروش الاختصاص. لذلك خلينا اسم لك. فهنا جدي فعل شنو؟ فعل كذلك رئيسي. وآخر جملة راح تكون عندي she is clever. هي أكشفة جدا. عندي عندي فعلنا عندي is سيكون فعل رئيسي. السبب عندي clever اللي هي الصفة. هذا كل ما يتعلق بيما؟ بأفعال it to be. راح ناخذ هالشي. هاي طبعا. التوصف في الفيديو. وبتأخذ الملاحظات. راح ناخذ هالشي. أفعال نسميها. أفعال it to do. أفعال it to do. هاي أفعال it to do تقسم الى. أفعال it to do and to do. وبعد ما عندي عندي الديت. أفعال it to do and to do. للمضارع. وعندي الديت المنحة تكون راح تكون للماضي. يعني الديو ماضيها ديت. والداز ماضيها ديت. زين. تصريفين الثالث راح يكون اللي هو done. هيكون تصريفين الثالث اللي هو شنو؟ إدعا. هسا نيجي. طبعا. الداز المن. للمفرد. والدو. لجمع. أهلا. هسا نيجي. تستفتن. كأفعال. مساعدة. في حالتين. النفي. وصوح. الملاحظة الأولى. فلنقول للمنانا. واحد. اثنين. شوين نلتبه. شوكي تستخدم هذه الأفعال. نستخدم هذه الأفعال. مش وكيت عند عدم وجود الأفعال. الأفعال. المساعدة. من هي أفعال المساعدة؟ قلوب بالكم. من هي؟ التو بي. اللي هي. is. am. are. مضاعق. أو انتي. was. were. هاتكم شنون؟ ماضي. يعني عاني. استخدم الدو والداز والديت. من ما كذن الخمسة. لكن إذا موجودات. ما يصير استخدم. لأن أكون فعال مساعدة. نقول جملة. مثل ما موجودة ابنها. she is teaching English. راح نقول. she teaches English. ما فلما تلعبون أمامكم. اهنانا. هاي جملة بيأس الجخص التالي. الفعال المفرد. والزمن مضاعنا. اهنانا موجودة. is. am. are. لا. was. were. لا. من هي جي أنا ايضم فيها. شا سوي. لازم تجي فعل. فهنانا شو راح ندخل. راح ندخل الدرس. لان الدرس ويوم نقلني. تجي وين المفرد. بيا حالة. بحالة النفيف والسؤال. شعسر. she doesn't. بعدين شا سوي. راح ندخل السي الشخص الثالث. لان صارت المن للدرس. يعني بعد الدرس راح يكون فعل مجرد. teach English. اوكي. يعني بنانا. هذني بحالة النفيف والسؤال. راح يكون الفعل الرئيسي في صيغة المجرد. جملة ثانية. مثل ما هاي نعطيها هنا. إلا هنا او ناخد جملة. ذي. ذي. روت. لاترس. قل لي زويها سؤال. عجي عاني. اكو بالجملة. هاي الجملة دليل شنو. ماضي. الفعل روت. التصليف الثاني للفعل. اكو بالجملة واضوة. لا. مش راح يسوي بالحالة عني. راح اجيب من عندي الفعل المساعد من هو. ديد. يعني ديها صيغة. حب صيغة تسمعها. راح اخلي وين بالبداية. ديد. عادة ان السؤال الفعل يسبب الفاعل. راح اخلي ديد و اقول شنو. ديد زي. ورا الديد. طبعا الديد تجيني للمفرد وينما للجمع. طب واحنا اجيبنا. بحالة النفي والسؤال. من يجنذني الثاني يكون باعت من الفعل مجرد. ديد ثيب. روت يرجع الاصل. مش لصي. رايت. ذي. لترس. ذي. رايت. هاي من هنا صارت. شنو. استخدام. الدو والدز والديد في حالة المضارق والماضي. نستخدمها فقط. نركز عليها. من ماكو هاي الافعال. الخمسة. اللي هي. از ام ار واز. اوها. اوكي. وقف الفيديو. واكتب الملاحظات. راح نجي للنوع الثالث. اللي هو. راح يكون منه. راح نسميهن. التو. هاف. التو هاف. اللي هي. اول شي. هاي. وعندي منه. ها. ماضيها. هيكون. ها. ها. هاي تستخدم من من. مضارق. وهالما تستخدم. ماضي. شوي الركز بهاي. اوكي. شوي الركز بهاي. اول فتوة. راح يكون عندي. اولا. تكون. افعال. مساعدة. ساعدة. شتكون. افعال مساعدة. اذا. جاء. بعدهم. فعل. نوع الفعل. رئيسي. راح يكون بها. صيغة. صيغة التصريف الثالث. بمعنى. ان الزمن. راح يكون. اما. مضارق. تام. او. ماضي. تام. السبب. اندي من هنا. التصريف الثالث. لفعل. مضارق. بام. تكون. افعال. شنو? رئيسية. اذا. جاء. بعدهم. شوي نركز. اسم. ستر. جار. ومجرور. بمعنى. ان الزمن. اما. مضارع. مضارع. بصير. او. ماضي. بصير. هرجع على. لان تشوفون. ولا الهالز والها. والهاد. اكو فعل رئيسي. تصريف الثالث. هاي افعال مساعدة. والزمن مضارع. تام. او ماضي تام. لكن اذا شفنا بعد الهاد والهاد والهاد. اسم او صفر او جارو مترون. راح تكون. اما مضارع بصير. او ماضي بصير. ثان ما ايجا بعده فعل. سنجي ناخد جملة. هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هنشوف هنا فعل مساعد فعل رئيسي انا ما اعرف راح اجي اركز هزه ماي لانج هان هنا اسم اللانج والمو اسفل التمن يعني انها ما اجي ورا الهاب فعل رئيسي فهنا راح يكون مضارع بسيط هنشوف هاي اي فاعد هاف اشوف الورا هيا هاد هاد هنا باسي غير تصريف الثالث يعني قلنا تصريف الثالث مال الهاب والهاب راح يكون شنو هاد ونفس الوقت يكون ماضح فهنا تصريف الثالث فهنا راح صارت عدي هاف فعل مساعد يعني هاني حسي من اجي قريف انفي اجونا الفوق شو ننفيه اقول اي هبينت ماي لانج لو اقول اي دونت هاب ماي لانج راح اقول اي دونت هاف هاف ماي لانج السبب اهنان جينا على جملة مضارع بسيط جيبنا الدو لان الدو تاخذ الاي ويجو يها الاي والوي واليو والذي وبما انه زمن مضارع راح نرجع ثاني شي ماكو افعال متائلة راح نيجي هنانه اي هاب هات ماي لانج هنانه الهاف راح تاخذنه فيه ليش؟ لان الهاف هي الفعل المساعد فشسل اي هاب هات ماي لانج اوكي شوي نركز بها اكتر من نفهمها اسرع ماكو فعل رئيسي ماكو فعل رئيسي الهاف صارت فعل رئيسي بما انه هنا اكو فعل رئيسي تصريف طالب احنا الفعل هاف هيكون مساعد اذا كان الهاف فعل مساعد او الهاذ او الهاذ راح ننفيهن اهن صار هافين هذين هادت لكن اذا ماكو راح نفيه حسب الفعل وحسب زمن الجملة بما انه الآي مضارع والهاف العفو اي مفرد والهاف بزمن مضارع جايها الجملة حنقول اي دونت هاف لو جاي مثلا شي هاز هير لانج راح نقول شنو شي دونت هير لانج الى اخرى فلاجم تركزون على اي بوقع عندي النوع الاخير اللي هو راح نسميه بال موضل فيروس اللي هي هتكون الافعال الناقصة باللغة العربية احنا الافعال راح نتصققان واخر واتفر مهام الامنية والميزية الموضل فيروس انه النوع الاول الافعال راح يكون من دون منو تو ما بيها تو انتو تتعمين ماسا عمعيني نجوت او تعرفوا الموضل البربز اللي هو راح يكون وال بالماضي ويت شل بالماضي شد هون طبعا نفس التصريف كان هيكون كود ماي راح يكون مايت وعندي ماست شوية اتركز على ماست ماست ليس لها ماضي ليس لها شو ماضي لكن اذا راح من الاندي ماضي احاول العلما للهاد شو شو هبني الافعال راح يجي بعد الفعل الرئيسي بصيغة بصيغة الفعل مجرد ثم انتقل شو مايجي وراء لده من الافعال فعل فعل رئيسي ايجا اسم ايجا اكتصفة وايجا جار ومجرور ومجرور راح يسوي انا راح نخلي الفعل منو الفعل بي حتى يعوض عن منو يعوض عن الفعل المجرد لان لازم بعنذاني اكون فعل اوكي انا بالنسبة لمن للنوع الاول اللي بدونتو النوع الثاني راح يكون بوجود منو وجود التوب وهنا معروفة عندي هافتو نينتو عندي منو الگونن تو هالساني جي الهافتو ماضيها هاتو الگونتو شنو ماضيها سبق في الفيديو وفكر الگونتو شنو ماضيها من يقدر نقول لقانتو لانها تعامل معاملتي الفعل الرئيسي فهنانا راح يقوم لازم يسبقها اما از اما ام حسب الفاعل بالماضي اما تكون واز أو شنو تكون وير ثم اخلي شنو الگونتو شنو شخلي الگونتو طبعا احنا نعرف انو بعد التو ش يجي لازم الفعل يجي الفعل الفعل الرئيسي شون يكون مجرف لكن ما يجي فعل يجي اس او صفر او جهار ومجرور ش نسوي نسوي مثل ما سوينا وهي النوع الاول نضع الفعل منو ب حتى يحلمحوا الفعلين مجابر جملة جملة اي يل بي اتوم بي بي ناو شو انا نتبه عندي اي فعل طبعا الوال بي جميع فعل عندي وال عندي بي لينش خليهة البي لين عندي انا شنو جار ومجرور احنا نشكلنا الى ايجالة جار مجرور انا نخلي البي لذلك احنا نخلي البي جبرة الثانية انا او 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 انا او 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 المتابع ر , مجرور في الساة او نحن نذهب إلى لندن نحن نذهب إلى لندن نحن عدنا منه عدنا استخدام بقى استخدامنا الآن ثم عدنا نذهب إلى لندنية موجودة ودليلنا أن نذهب إلى اسمي مكامل ولهن عدنا هاي قدامكم تقدر تغرب الفيديو وتأخذ الملاحظات اللي موجودة لأن ضرورية جدا في المنهج الخاص بصف السادس الأدادي إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة لكم ودونتم فيه رعاية الله